اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر طبعا كلنا عارفين لو واحد جالك وعنده قلم في الصدر وانت خايف لا يكون عنده جلطة في القلب فبتقول له خد اربع اقراز اسبوسيد بسرعة تركيز خمسة وسبعين اربع كلوب دي جريل اللي هو زي بلافكس مثلا ونعمل له رسم قلب فورا وانزيمات قلب حاجة زي التربونين ولو طلع بالفعل عنده جلطة في القلب فالمريض ده لو متاح عندنا بي سي اي اللي هي الاسطرة العلاجية الطارقة في خلال من تسعين لمية وعشرين دقيقة فالمريض د بيدخل يعمل بي سي اي اما لو مش متاح فبنبدأ ندي له مزيبات الجلطة فورا ثرومبوليسيز حاجة زي ستريبتوكاينيز مثلا وبعد ستريبتوكاينيز بيروح بي سي اي كل الكلام ده عارفينه في الحالات الطارقة دي طب يفرض المريض ده جاي لك بعد اتناشر ساعة من حدوث قلم الصدر وكان هو عامل رسم قلب مثلا وكان في استي اليفيدت ام اي او انت عملت له عندك رسم قلب يطلع في استي اليفيدت ام اي وهو جاي لك بعد اتناشر ساعة كاملين من حدو معي ازاي هل هندي له ثرومبوليسيز حاجة زي ستريبتوكاينيز ولا هندخله يعمل بي سي اي عاجل ولا هنتعامل معي ازاي حلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل لي دايك الفيديو اولا في البداية لو سألتني وقلتلي هو ممكن مريض يكون عنده جلطة في القلب ويجي بعد اتناشر ساعة كاملين من حدوث القلم اقولك ايوه طبعا وبتحصل كتير في مريض مهم في مريض ما معهش حد يودي مستشفى في مريض تاني ساكن في منطقة ناقية بعيدة جدا عن المستشفيات ده حتى ممكن يكون في مريض عنده مستشفى صغيرة او عيادة او مستوصف فيها رسم قلب لكن ما فيهاش بي سي اي ولا فيها عناية مركزة ولا فيها ثرومبوليسيز حتى فيعمل رسم القلب ويطلع يستمي ويتأخر جدا على ما يوصل لمستشفى مجهزة ده كمان فيه حالات او مصطلحات زي مستمي سايلنت اما اي انريجونايز اما اي والحاجات دي هنقول عنها نبزة في نهاية الحلقة لكن خلينا نرجع لحلقتنا احنا النهاردة المريض جاي لك بعد اتناشر ساعة من حدوث قلم الصدر وهو عنده ستيمي سواء كان عامل رسم قلب في بداية القلم ده او انت عملت له رسم قلب دلوقتي وطلع فيه ستيمي هتتعامل معي ازاي بص يا صديق العزيز اولا من ناحية الثرومبوليسيز ان انت تديله تي بي اي او تديله ستريبتو كينيز فخلاص الموضوع ده ملوش دور دلوقتي يبقى عرف كده ان الثرومبوليسيز اخره في جلطة القلب لحد 12 ساعة بعد كده ما تدهوش ملوش اي لازمة وزي ما احنا عارفين في جلطة المخ اخره ثلاث ساعات فنقطة الثرومبوليسيز خلاص انساها طالما عدى 12 ساعة على الشيست بيل اما من ناحية البي سي اوي بركاتينيس كوروناري انترفينشن فالمريض لو جاي لك بعد 12 ساعة وكان معاه سيمتومز او ساينز لانجوينج سكيميا ان لسه فيه سكيميا شغالة وفيه مثلا الم في الصدر لسه المريض عنده الم في الصدر او لسه في تغيرات في رسم القلب تقول ان فيه سكيميا لقيت لسه فيه ستي ايفيشن ستي دي بريشن حاجات زي كده تقولك ان السكيميا لسه شغالة او المريض كان في الشوك او المريض كان في هارت فاليير او كان معامة لجنة انتقرز مياه فاي حاجة من الحاجات دي تقولك ان المريض ده لازم يدخل بي سي اي فورا يبقى اللي عايزك تعرفه ان طالما الاعراض دي موجودة فالمريض بيدخل يعمل بي سي اي مهما كان الوقت عدى على حدوث الاما اي مفيش وقت معين وغالبا هيكون الموضوع ده من 12 ل 48 ساعة لكن انت ملكش دعوة بالوقت طالما الحاجات دي موجودة المريض يدخل يعمل بي سي اي وخلاص الدراسات لقيت ان البي سي اي في الوقت ده بيحسن من وظيفة وبيقلل الموربديتي والمورتاليتي طيب نفرض مريض جالك بعد 48 ساعة وكان معاه بالفعل استيمي في البداية كان عامي رسم قلبي في البداية خالص وكان فيه استي إليفيتد ام اوي لكن هو جاي لك دلوقتي وخلاص بقى فري مفيش شست بين حتى الاستي ما بقتش مرفوعة ومفيش اسكيميك تشينجز في رسم القلب مفيش شوك مفيش أرزميا مفيش هرتفيلير يعني المريض بقى طبيعي تماما يبقى المريض في الحالة دي مش بنعمله بي سي اي مش بنعمله برايماري بي سي اي لكن ممكن يتحجز معك تحت الملاحظة شوية ودكتور القلب بقى هو اللي بيحدد هل فيه اي اسكيميا تانية تحتاج تدخل لاحقا يعني مثلا المريض ده نبقى نعمله كرونري انجي وبعد كده ولا نعمله اكسرسايز توليرنس تست يعني شوية اختبارات او شوية فحوصات عشان يشوف هل هيحتاج تدخل اخر بعد كده ولا لا لكن من ناحية البي سي اي طالما هو فري دلوقتي مفيش ليه دور قلتلك في بداية الحلقة ان احنا هنتكلم عن شوية مصطلحات فمثلا مصطلح سايلنت اما اي كلمة سايلنت اما اي معناها ان واحد جاء له جلطة في القلب ومحسش بيها وعدت وخلاص واكتشفناها بعد كده بالصدفة جينا نعمله رسم قلب لأي سبب لقينا عنده كي ويفز في بعض الليدز فيدل ان كان عنده جلطة في القلب حتى لو محسش بيها او جينا نعمله ايكو موجات صوتية على القلب لأي سبب لقينا فيه ريجنال والأبنورماليتيز تقول ان كان فيه جلطة في القلب في المكان ده لكن هو محسش بيه بتحصل في بعض الحالات عيان كان في كومة اصلا لأي سبب تاني عيان كبير في السن جدا احساس عنده في مشاكل عيان عنده ديابيتك نيروباثي يعني اي مشكلة ممكن تعمل حاجة زي كده فممكن يحصل سايلنت اما اي لمريض ونكتشفى بالصدفة بعد كده مش لازم كل مريض يجيله جلطة في القلب لازم يموت لا طبعا اما المصطلح التاني اللي هو انريجوجنيزد اما اي فده معناه ان المريض جاله اعراض بالفعل لكن هو ما جابش الاعراض دي ولا شاف ان هي ناحية القلب جاله مثلا شوية قلم في الصدر فبيقولك لا ده نعندي برد على صدري جاله ابدومنا البين مثلا بجاستريك بين قالك ده نعندي حموضة او جاله شوية عرق زيادة او جاله صدع او جاله دوخة ممكن تكون اعراض فيك شوية على المريض لم يتنبأ لخطورتها يعني ولم يذهب الى المستشفى فده بنقول عليه انريجوجنيزد اما اي كان فيه اعراض بس المريض معرفش ان ديه تبع القلب وبرضه ممكن نكتشفها بالصدفة بعد لفترة زي ما قلنا برسم القلب او بالايكو اما المصطلح التالت وهو مزد اما اي فده معناه مزد من الدكتور مريض جاله الم في الصدر راح المستشفى عمل رسم قلب طلع طبيعي وعمل انزيمات قلب طلع طبيعي فالدكتور قال له روح انت معندكش حاجة بعدها بيوم مثلا المريض لسه تعبان راح للمستشفى تاني وعمل رسم قلب لقى فيه استي الفيتت اما اي او انزيمات القلب عالية او بعدها بفترة جينا لقينا رسم القلب بقى فيه كيو ويفز او بالايكو زي ما قلنا فده بنقول عليه مزد اما اي لان هو مزد من الاطباء ودي نسبة قليلة لكن بتحصل المفروض المريض اللي معاش استبان يعمل سيريال اس جي و سيريال تروبونين او سيريال كاردياك انزينز فده نسبة قليلة جدا لكن بتحصل وانا عايزك بس تعرف المصطلح ان كلمة مزد معناها مزد من من الاطباء والطاقم الطبي يعني وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة خلصتها بتقول المريض لو جالك بعد 12 ساعة باستمي بعد 12 ساعة فما فيش ترومبوليسيس خلاص لو كان لسه فيه اعراض وتغيرات في رسم القلب فالمريض ده ندخله بي سي اي اما لو ما فيش اعراض والمريض كمبليتلي فري فمش لازم بي سي اي ودكتور القلب بقى هو اللي هيتعامل معنا فيه نقطة بسيطة عايزة وضحها ان احنا لازم نعمل توعية للناس اي قلم في الصدر او اي اعراض غريبة تروح للمستشفى فورا سواء قلم في الصدر عرق بالزيادة دوخة مش معروفة صداع قلم في البطن جديد تروح للمستشفى فورا النقطة التانية ان مش معنى ان احنا بنقول بعد 12 ساعة نعمل بي سي اي فدي حاجة كويسة لا طبعا العلاج كل مكان مبكر كل مكان افضل بكتير جدا فسواء الثرومبوليسيز او البي سي اي نتايجه في البداية افضل بكتير لكن انا بتكلم عن حالة خارجة عن الاراضة لكن العلاج لازم يكون مبكر جدا 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 سي ما احنا عافين وبالنسبة لمصادر الموضوع ده هسيبها لكم في الوصف تحت اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم لا تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم